نحن وريثات عليسة التي أسست قرطاج وما أذى فما قرطاج في تاريخ بلادنا وفي تاريخ العالم القديم فهل يعلمون وإلا فليعلمون نحن ابتدعنا زواجنا القيرواني القديم منذ القرن الثاني للهجرة ورفضنا تعدد الزوجات الوافد علينا من العادات الهمجية في الجزيرة العربية حيث كان رجالهم يارثون النساء من جملة مواريثهم ويمتهنون كرامة المرأة بتعدد الزوجات وبقي رجال دونس في أغلبهم أوفيان زوجة العمر فتحية لرجال دونس الأمرار نحن وريثات السيدة عالش المنبيا فتحية التي دمر الهمج مقابها لأنهم جهلة ولأنها عالمة ودرست الفتح جنبا إلى جنب مع سيد ابن الحسن الشادلي وكانت من أنبه كلام ذاته فحل يعلمون وإلا خل يعلمون نحن وريثات عدد لا يحصر من أعظم النساء في العالم لذلك نكون لسنا سعوديات ولن نكون ولسنا قطريات ولن نكون ولسنا أفغانيات ولن نكون ولن نكون نحن دونسيات وسنظل دونسيات مرفوعات الرؤوس مهما عطوا ونجبروا سنتصدرهم سننتصدرهم من حكمة ونستلهمها من حكمة غاندي ومن حكمة المتنبي ومن حكمة المعري ومن حكمة روسه وفلتار وثلت إجتبري كباركا المتنسي حرة حرة ولنعيه على برا الطنسي حرة حرة والنعيه على برا ولم سوف نلتتلز لا الطنسي لا الطنسي لا Brian فننتظر لأن العلم ينتظر دوما على الجهالة ونحن في الأخير نردد مع الساعر شريك من قرد الثاني للهجرة فنقول فنردد معه فنقول رأيت رجالا يظهرون نساءهم فتبت يميني يوم أضرب زينبا فشلت يميني يوم أضرب زينبا هم قاله شريك من قرد الثاني ونردد مع المتنبي شاعر القرم الرابع للهجرة يقول وما التأنيس لإسم الشم في عيم وللتذكير فخر للهلال فلو كان النساء كمن فقدنا لفذلت النساء على الرجال المتنبي رفع المتنبي وجل الشعراء القدامى المرأة إلى أعلى الدرجات وتعامل الفقهاء مع الشريفات من النساء كتعاملهم مع الرجال بالتساوية في حين نظروا إلى النساء العديات والنساء من العبيد نظرة احتقار وعبودية نحن لا نريد أن نكون لا أكثر ولا أقل من الرجال نحن نريد المساوات فقط نريد المساوات بايدنا نحن نريد المساوات بيننا باعتبارنا ننتمي إلى بني البشر نحن لا نريد تمييزا على أساس الجن أو اللون أو على أساس الانتبال الجهوي أو الحزب أو الإيديولوجي فإذا اقتنعنا جميعا بهذا انعدم العنف وشكرا بعيدنا المراد تول سية تقصلا المنطقة سيئة ديش تهضوية المنطقة سيئة المنطقة سيئة الحرة